السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مازلنا في مقدمة عن الزكاة الاصطناعي. والنهاردة ان شاء الله. لو سمحت ادوب. لو سمحت ادوب. معنا موغزة بدون قطع كلامك يعني. دانية سؤال في زكاة الاصطناعي دي. قول. يعني هو زكاة الاصطناعي دي حاجة دا ممكن اشتريها. واركبها في دماغي. مسلا تتزود الزكاة بتاعي. هي دي عبارة عن برامج يعني عادية يعني واكواد عادية. وشوية برامج عادية جدا واكواد عادية بتشتغل. بس هي بتشتغل في حاجة الانسان بيعملها. بشكل زكي وبشكل طبيعي. فهي بتحاول تقلده وبالتالي هي بتعمل عملية زكية. وفبنوصفناها بقى بالزكاة. ووصطناعي عشان تبع الكمبيوتر وكده. بص هو الاي اي ما عندوش كونشوس ناس. ايه الكش كش 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 كش. ايه لا يعني انت خلنيها طلق بطنها اصلا زاد نفسي. ما عندوش يعني ما عندوش واعي. مش واعي هو بيعمل ايه? ولا عندو مشاعر ولا عندو عواطف ولا كلام من ده خلص ده كمبيوتر عادي جدا شوية اكواده بتشتغل عادي جدا جدا. امان ازاي ايفكر زي الانسان? طيب هو 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 مش بيفكر زي الانسان هو بيحاكي حاجة معينة الانسان بيعملها. يعني مسلا انت بتعمل حاجة معينة مش انت طبعا بس يعني بتعمل حاجة معينة وزكية فهو عمال يتعلم عليها لغاية لما يعرف يعملها زي الانسان بالزبط يعني. طب ازاي بيعرف يعملها? يعني ايه هقولك مسلا عايزينه يعمل عملية معينة مسلا بيحاكي الصوت مسلا بيتكلم بطريقة معينة. يبقى انا هعرضوا لبيانات مكتوبة طبعا او مسموعة او مرئية على حسب الكيس. بس بقى حجم كبير جدا من البيانات. ويبدأ بقيت يشوف واحدة في التانية في التالتة في الربعة في الخمسة في الستة. الاف 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 من المرات. لغاية لما يعرفها. ويعرف ايه اللي بيحصل. وبعد كده تلاقي الكمبيوتر بدأ يقلدها بالضبط. فانت بتشوفه بيعمل حاجة زكاية زي الانسان بيعملها. بس. انا كلمة خرب. هيقول. ازاي هيقرأ البيانات في نفس الموضوع كتير. فيفهم اللي بيحصل. ايه. بص هو الفكرة كلها بيبقى في حاجة اسمها خوارزميات. اللي هي الالجوريزمز. الالجوريزمز ديت بتقدر تمشي على البيانات بطريقة معينة. بتعرف الانماط الموجودة في نفس الكيسز في نفس الحالات. ومنها ما يعرف الانماط البساليب. بيبدأ بقى ايه? يتعامل مع الحالات اللي زيها او اللي شبهها ليها. او يقدر حتى يتوقع اللي ممكن يحصل في الحالات دي. ايه وقت بقى يكون لاجلوزير مو ماجلوزير ماشي وفارغ موضوع عشان معارفش يتجاوضني امرو.